اشتركوا في القناة قبل ما ندخلوا عاوز دي مراجعة سريعة 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 على حركات حرف الالف والباء والتاء والثاء سريعا سريعا ننتقل للصبورة باستاذ المخرجنا الكريم باستاذ محمد عزت اللي مشرفنا النهاردة ماشي حبيب يا حلوين هنراجع مراجعة سريعة قبل ما ندخل حرف الجيم تعال نشوف كده يلا نشوفكم فاكرين ولا مش فاكرين يلا كده معايا نسطر الاول صبرتنا اللذيذة يلا حبيب يا حلوين كده يمقطقطين يلا علشان في حروف بتنزل يا استاذ وفي حروف ما بتنزلش صح ولا اه تعالوا كده يلا سريعا عشان ما ننساش آلف همزة فتحة ا آلف همزة كسرة اي آلف همزة ضمة او بعدها ما ندخل الالف اا بعدها ما ندخل الى اي بعدها ما ندخل الوا او تاب الهمزة يا استاذة والالف الساكنة تعالوا نشوفه كده يلا معايا يا الله يلا يا أستاذ محمد عزت كده يلا معايا تمام كده ألف همزة فتحة كسرة ضمة بعدها ما دبالألف بعدها ما دبالألف بعدها ما دبالأ طب الساكنة الألف همزة سكون ينفع أنطاها لوحدها ما ينفعش يا أستاذ لابد حرف قدامها تمام كده ده حرف الآلف يلا على البق سريعا كده يلا بق فتحة بق كسرة بق ضمة دي حركات قصيرة البق بعدها ما دبالألف البق بعدها ما دبالأ بي البق بعدها ما دبالوا بو البق الساكنة يا أستاذ ينفع أنطاها لوحدها ما ينفعش أنطاها لوحدها لابد حرفه قدامها طب يلا كده بينا أأ أب طب لو إي أب لو أو يلا أب ده بالنسبة لحرف البق طب يلا سريعا كده على حرف التا يلا تا فتحة تا تا كسرة تي تا ضمة تو التا بعدها ما دبالألف يلا تا التا بعدها ما دباليا تي تا بعدها ما دبالوا تو طب يا أستاذي التا الساكنة يلا حد يقول لي كده ينفعقول تا لا ما ينفعش لابد أقف على صوت حرف التا يلا بينا كده آآ أت تابلو إي ات تابلو أو ات حت 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 شت 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 تمام فاضل إيه اللي احنا ما خدناهوش يلا هل ما راجعناش عليه حرف الث يلا بينا هم ثا فتحة ثا ثا كسرة سي ثا ضم ثو الثا بعدها ما دبالالف ثا بعدها ما دبالياء ثي بعدها ما دبالوا ثو الثا الساكنة يا أستاذ نعرف ننطقها لوحدها لا ما ينفعش لابد أحض حرفه قدامها عشان نعرف أنطقها يلا كده لو أ أث لابد وأنا بعف ينفع أو الأب لا يا أستاذ مش باء هي ثا لابد أسمع صوت حرف الثا وانا ويف عليه أث تبلو إ إث تبلو أو أث تمام كده يلا حبيبي يا حلوين تمام يلا كده راجعنا مراجعة سريعة عايزة أشوف كلمتين كده ثلاثة نشوف مين اللي فاكير بقى وهيعرف ينطقني الكلمات واستهاجها لي كويس أستاذ محمد عزة مشرفنا النهاردة راجل يعني عندي ضمير في شغل بسم الله ما شاء الله يلا كده عايزين نشوف كده يا أستاذ محمد عزة هتعرف تنطق لي الكلمات دي ولا لا يلا كده محمد الملك كمان هنشوف هيعرف ينطق ولا يلا حد ينطق لي الكلمة دي يلا كده عشان مراجعة سريعة كده يلا واحد هيقول لي أنا حافظ شكلها من إمبارح يا أستاذ شكلها كده مثمر لا أقولها غلط لابد تستهجها لي مين ضم مو فاق ساكنة ماينفعش انطقها لوحدها يبقى مث تتنطق مع الحرف اللي قدامها مث مين كسرة مي يبقى مث مي رأضم رو يبقى مث مي رو تمام الله ينور علي طيب يلا نقول كلمة ثانية كده هنشوف من العسل كده اللي حينطقها يلا يلا حبيبي يا حلون يا مقططين يلا واحد هيقول لي يسرب أقول له لا آه انت حافظ شكلها من إمبارح يا فتحة يا ثأ ساكنة ما ينفعش تنطط إلى وحدها يا أستاذ يبقى انطقها مع الياء ياث رأ كسرة ياث ري بقى ضمة ياث ري بو تمام كده احنا نراجع لكمتين دول النهاردة بقى علشان قدامنا موالي النهاردة بحرف الجيم يا حبيبي يا حبيبي يا حلوين يلا بينا نطلع كراسة شكل الحرف نطلع كراسة ايه شكل الحرف عشان نتعرف على شكل حرف الجيم يا حبيبي يا حلوين يمأط يلا هنشوف طب انا بسطر علشان فيه حروف ما بتنزلش من عصاته وفيه حروف بتنزل من عصاته هنعرف دلوقتي اسمه حرفين النهاردة هناخدوه اسمه جيم 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 تمام ادي حرف الجيم منفردة بصوا تعالوا نشوفها هيترسم ازاي تعالوا بصوا لي كده بصوا كده عارفين ادي الحاجب كده اهو ادي حاجب كده وتمويجة كده ماشي وهنعمل منقار كده وكده ادي حرف الجيم ماشي ده حرف الجيم يا حبيبي في اول الكلمة بصوا بقى حرف الجيم اهو في واحد يقول لي يا استاذ انا بتلغبط بين حرف الجيم وحرف الحاء وحرف الخاء تمام هقول له لا تتلغبط لي حرف الجيم ماسك بطنها وتقول اه يا بطني بصوا اهي عشان نقطف بطنها اهو شوف ماسك ازاي اهو يبقى الجيم اهو يا حبيبي يا حلوين يا مقططين اهو ادي الجيم يلا وقادي الحاء ما فيش حاجة خلص نهائي دي حاء دي جيم ودي خاء ماسك راسها هو بتقول اه يا راسي يبقى واحدة بطنها واجعها اللي هي النقطة اهي عندها نقطة بطنها هو في واحدة ما فيش اي حاجة خلص نهائي عليها والتانية ماسك راسها وبتقول اه يا راسي تمام كده يبقى دا الجيم اللي احنا ناخدها النهار دا بقى كده الحاء ما فيش اي نقطة عليها ولا فوقها راسها ولا ماسك راسها ولا ماسك بطنها ولا ماسك رجليها دي الخاء ماسك ردماغها بتقول اه يا راسي اهو عشان كده النقطة فوق دماغها وفوق راسها تعالوا نشوف بقى حرف في الجيم منفردا يلا اهو الصفحة على يمين كده يلا يا حبيبي يا حلوين اهو شوفوا اهو قدر رمشة اهو اهو اللي حاجب اهو وشرطة كده واهو ونقطة تحت يبقى حرف في الجيم يا ولاد منفردا كده اهو شوية فوق السطر او الراس بتاعته فوق السطر والباقي تحت السطر ده حرف في الجيم منفردا اكتبها على الصفحة على يمين فين؟ في كراسة شكل الحرف طب الصفحة الشمال يا أستاذ هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها هتعرف على شكل حرف الجيم في اول الكلمة تعالوا نشوفوا كده اهو بصولي كده اهو اهو الحاجب اهو وفي شرطة كده خليت معايا يا عم عزب اهو تعالوا بد منزل تحت نجي عاملين كده اه رأيكو يا حبايب يا حلون يا مقطقطين شوفوا الجيم شكلها عسل ازاي؟ تمام كده يا عم عزب؟ اهو بصوا حاجب ودي منقار البطة ولا اي منقار كده ونيجي نزلين كده حرف الجيم في اول الكلمة اهو ما بينزلش من على السطر حرف الجيم في اول الكلمة ما بينزلش من على السطر تعالوا شوف مثال كده على حرف الجيم في اول الكلمة كده يا حبايب يا حلون يا مقطقطين كده يلا حد يقول لي كده يلا حد ينطق فينك يا محمد يا عزة عزة يا ابني ماشي اهو ودي مؤرهو ادي حرف الجيم في اول كلمة اهو يلا يلا ينور لك يا عم عاسل ايوة كده شوف جيم فتحة جاء ميم فتحة ما جاء ما لم ضمة لو جاء ما لو ادي حرف الجيم يا حبيب يا حلون يا مقطاطين في اول الكلمة عشان نتعرف عليه تب حرف الجيم في وسط الكلمة يا استاذ تعالوا نشوفو كده يلا تعالوا نشوفو كده يا حبيب يا حلون يا مقطاطين يلا كده شوفوا بصوا معايا خلوكوا ركزوا كويس احنا هنعمل ايه يلا شرطة هي شرطة هي اللي احنا هتفاسك فيها لإيه الحرف بص اطلع فوق سن سنة بسيطة هي بصوا بقا نفس اللي انت عملته هناك ادي اللي ايه الحاجب اهو ودي هي ايه رأيكو كده تاني اهو ادي الشرطة هي ماشي وحطلع فوق سنة صغيرة كده ونفس اللي انا عملته بعد كده اهو ادي حرف الجيم فين في وسط الكلمة تابعاوزين كلمة كده في وسطها حرف الجيم حرف الجيم في وسط الكلمة اهو يحنا زي ما احنا شايفين فارد جناحاته الاثنين ومسك في ده ومسك في ده مسك في محمد عزت ومسك في محمد الملك تمام كده تابعاوزين شوف كده كلمة في وسطها حرف الجيم كده حبيبي يا حلوين يلا حد يقول لي كده ادي سيم فتحة سا شوفوا بقى الحتة دي طلعت اهو حطلع اهو بصوا اهو انا حطلع حت سنة اهي طلعت سنة اهي وبعدك نعمل ايه الجيم ادي الحاجب اهو واهو ايه رأيكو يا حبيبي يا حلوين ساجداء واد الداليا ايه يا حبيبي يا حلوين يا ايه يا مقاط اطيل شوفوا الجيم يا حبيبي الجيم اهيه في وسط الكلمة مسك في اللي قدامها واللي ايه وراه وممكن برضو يا حبيبي يا حلوين الجيم لو سبق حرف رفاص يبالها شكل تاني ما تجينا تعرف عليها كده ايه ايه نسيت حروف الرفاصة لا ما ينفعش حرف الحروف الرفاصة اقوله معايا الف و الف دال ذال را زاي واو يا الله حبيبي يا حلوين يلا كده نشوف كلمة فيها في وسطها حرف الجيم تانية كده يلا وقبلها حرف رفاص اهو الف همزة فتحة ا شوفوا الجيم بقى شوفوا الالف عملت ايه عملت ايه الالف رفاصتها اج يلا اجملو ايه رأيكو حبيبي يا حلوين شوف هنا الجيمة ايه لها شكلين في وسط الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص هتمسك في اللو قدامها واللي وراها اما لو سبقها الالف او الواو او الدال او الزال او الرا او الزاي او الواو اهو رفاصتها على طول ما فيش ما ينفعش اعمل كده اللي يعمل كده اهو ومسك كده ما ينفعش خلص نهاء يبقى ايه لو محمد الملكي كتب كده مش عارف هعمل فيه ايه خلي بالك يا محمد الملكي خلي بالك من كراسة اللي معاك نشان عارف انت في الكنترول دلوقتي وبتكتب ورايا تمام كده يلا هنشوف ايه تاني كده يا ولايات يلا حرف الجيم في اخر الكلمة يا استاذ هنبقى شكلها ايه تعالوا شوفنا اتفرق كده بص مسكة في اللي قدامها اهو شوفوا والسنة هي يلا حبايب احلونا مطاطين شوفوا شوفوا اهو ايه رأيكم ادي حرف الجيم فين في اخر الكلمة تب يا استاذ قل لنا مثال على حرف الجيم اللي انت عملها لنا دي تمام كده شوفوا اهو حرف الجيم في اخر الكلمة اهو الرأس بتاعته فوق السطر والباقي تحت السطر والنقطة تحت السطر علشان ما ينفعش تكتبها لي فوق السطر كلها او تحت السطر كلها لا فوق السطر كلها ولا تحت السطر كلها نص لي فوق فوق السطر والباقي زي حرفي سي بالانجريش كده تحت السطر تمام كده تبعوا زي المسالة كده يا استاذ يلا هم يلا زي ايه كده نوم فتحة نا سين كسرة سي هم يلا ناسي يلا شوف الجيم بقى في اخر كلمة اهو عملت السنة اهي اهي واهي تمام كده اهي يا حبيبي يلا هادي الجيم في اخر الكلمة تمام كده طيب لو الجيم سبقها حرف رفاص نعمل ايوهي في اخر الكلمة تبقى منفردة زي اللي هناك اهو اهو تمام كده هادي المنقرة هو واذي الحاجبة هو واذي حرف السي اهو تمام كده هادي الجيم في اخر الكلمة لو سبقها حرف رفاص الالف او الواو او اليا او الزال او الدال او الراء او الزاي تعالوا نشوف كلمة كده يلا عادي نشوف كلمة هم يلا حبيبي حد يقول لي كده تبقى ههو فا فا فتحة فا راء فتحة فا راء شوف شوفوا هادي الراء رفاصة رفاصة مين يا حبيبي رفاصة الالجيم اهو ايه رأيكم هم ادي الجيم هناك في اخر الكلمة الراء رفاصتها كده حبيبي حلوين يوم永 gerçekten أطاطين ادي الجيم مفردة ادي الجيم في اول الكلمة ادي الجيم في وسط الكلمة ممكن بكده واد الجيم في اخر الكلمة ولو سبقها حرف رفاص تبقى بالشكل ده كده اتعرفنا على شكل حرف الجيم فا ولكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة تمام كده نكتب الكلام ده يلا حبيب يا حلوين وزيه بظبط واجب في كراسة شكل الحرف يلا كده انتهينا من شكل حرف الجيم يا حبيبي يلا نبدأ على صوت حرف الجيم وزي ما تعودنا دايما ما تعودته دايما معايا إن حر إن كلنا لنا شكل وننا صوت تمام كده تمام كل واحد فينا لي شكل وليه صوت اتعرفنا على شكل حرف الجيم عاوزين نتعرف على صوت حرف الجيم ممكن تعالوا نسطر برضو نفسه حكاية عشان ما نغلطش يلا حبيبي يا حلوين عشان نمشي على السطر كده يلا حبيبي يا حلوين يا مطاطين محمد عزة نيم النهاردة ما فيش مشكلة لما طلعك هفوقك إن شاء الله يلا حبيبي عايزين نعرف صوت حرف الجيم اسمه جيم اسمه ايه؟ جيم طيب يا أستاذ عايزين نتعرف على حركاته الطويلة والقصيرة تبتع نتعرف على الحركات القصيرة يلا عادي الجيم هي جيم فتحة جاء جيم كسرة جي جيم ضمة جو جيم فتحة جاء جيم كسرة جي جيم ضمة جو طيب الحركات القصيرة دي يا أستاذ ماشي إحنا ما منطولش صوت الحرف وإحنا ما منطقه صوت الحركة جا جي جو طيب عايزين مثال على الجيم المفتوحة يا أستاذ يلا كده حد يقولي كده عادي الجيم المفتوحة هي جيم فتحة جاء يلا جاماء لو عادي الجيم فتحة جيم فتحة جاء ميم فتحة ما بعد الميم مادي بالألف جاماء لمضمة لو جاماء لو طيب جيم كسرة يا أستاذ جيم كسرة جي جيم كسرة جي زي إيه كده يا أستاذ يلا حد يقولي كده يلا حد يقولي كده حد يقولي كلمة يلا حبيبة حلوين جيم تحتها كسرة يلا عاين عاين فتحة عا جيم كسرة جي عا جي با يلا تمام كده عا جي با طيب عاين فتحة عا جيم كسرة جي عا جي با فتحة با عا جي با طيب جيم ضمة جو جيم ضمة جو عايزين كلمة كده فيها الجيم ضمة يا حبيبة حلوين يلا كده حد يقولي يلا زي ايه ادي السا فتحة سا لمسة كنة سل شوفي الجيم با جيم ضمة يلا يلا حبيبي حد يمطع سل جو سل جو يلا ادي جيم فتحة جيم فتحة جا جيم كسرة جي جيم ضمة جو تمام كده طيب بص حبيبة حلوين ده ايه معايا بصوا كده معايا كده دي جيم فتحة صح طيب الحركة القصيرة دي عاوزين نخلاها حركة طويلة نعمل ايه يلا حد يقولي كده جا جيم فتحة جا جيم بعدها مد بالالف جا جيم كسرة جي جيم كسرة جي طيب بعدها مد بالياء جي يلا حبيبة حلوين كده يلا اهو المد بالياء هنا حبيبي ليه شكلين كده في نص الكلمة وكده فين في آخر الكلمة ادي شكل حرف ادي مد بالياء جيم فتحة جا جيم كسرة جي جيم ضمة جو يلا نشوف كده جو يبقى الحركة القصيرة اللي هي الفتحة عشان نمدها وعشان نطول صوتنا فيها شوية تبقى جا الحركة القصيرة اللي هي الجي عايزين نطمد نمدها شوية ونطويلها شوية يبقى جي جيم ضمة جو عايزين نمدها شوية جو طيب عايزين مثال يا أستاذ هل جيم بعدها مد بالألف كده يلا حد يقولي كده يلا ادي الجيم بعدها مد بالألف جاء جاء بقى كسرة بي رأضمة رو يبقى جيم بعدها مد بالألف جاء بقى كسرة جاء بي رأضمة رو طيب مثال على الجيم اللي بعدها مد بالياء يلا كده حبيب يا حلوين هم نول إيه هم نول إيه هم يلا سا لا 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 عاوزين حركة طويلة عاوزينها مد بالياء لا 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 شوف ادي الجيم ما هي بعدها مد بالياء يلا كده يلا حبيب يا حلوين مطاطين سا جي نو كلمة والله ده كلمة سين فتحة سا جيم بعدها مد بالياء جي دي بس للتعليم بس يحضرات سا جي نو تمام كده طب الجيم بعدها مد بالياء عزين مساء عليها كده حبيب يا حلوين يلا اهو ولا تزعل يا ايه محمد فود سو هم يلا يلا ايوه يلا كده يلا سجو يلا كده يلا خلوكم معايا يلا شاطر برافو عليك يا حبيب والديك يلا سجو دو ادي مثال على المد بالالف جاء بقى كسرة بي جاء بي رأى ضم رو هم كلمة ايه سا جي نو ماشي وممكن عاجينه عشان ما تزعلش يعني اهو عيني فتحة ع جيم بعدها مد بالياء عاجين نو نضم نو طبعا ما انت زعلان من الكلمة اللي ايه كلمة اللي فودي بيزعلك شوي اهي يا عم اهي جيم بعدها مد بالياء اهي تمام كده ودي سجو دو سين ضم سو جيم بعدها مد بالياء جو سو جو ده لضم دو تمام كده كده اه حركات قصيرة وحركات طويلة وجبنا امثلة باقي حضرات السكون باقي لايه السكون بس قبل ما نروح للسكون علشان ما تنسوش المد والممدود قبل ما نروح للسكون ستوز محمد عزت فيه فيديو بس هناخد الحالة ان شاء الله تعالى يلا كده بسرعة كده يلا ادي الكلمة يلا حبيبها جاي عشان ايه عشان نعرف انتو واخدين بالكم المد وممدود ولا ادي الكلمة ادي المد يلا حبيبها حلوين ادي الحرف الممدود يلا برافو عليكم كده طب يلا كده نكتب ثلاث كلمات يلا يلا حد ينطق لي الكلمة دي يلا كده برافو عليك يا محمد جين بعدها مد بالالف جاء باكسرا بي رأضامة رو يبا جاء بي رو فيها مد بالايه يا محمد مد بالايه بالبا بالبا ازاي احنا قلنا مفيش تا 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 حروف المد ثلاث اهو يا حبيبها حلوين الف واو يا تمام كده يا محمد يا عزت طيب جابر دي يا حبيبها حلوين فيها مد بالايه مد كده يبقى الف يا وي يا وي يبقى مد بالالف برافو عليك يا حبيب والديك اهو معاي قلو مش معاي يا محمد عزت تا تفكز الكاميرا اهو تمام جابر اهو مد بالايه مد بالالف ظهر كويس على الشاشة حبيبها حلوين تمام قدي مد بالالف طيب الحرف اللي تمد بإيه هنا يا محمد الجيم ولا الباء ولا الراء الباء لا أنت ما تعلمش حاجة النهار ده خالص يا محمد أولا لابد يكون المد بالألف ده الحرف اللي قدامه يكون عليه فتح ده حاجة ويكونه قدامه ما يكونش وراء أهو يبه هو الجيم تمام كده أهو برابو عليك يا حبيب وليبي أهو طب يا الله نشوف الكلمة التانية كده يلا نشوف كلمة تانية عشان أنت تزعلم من الكلمة التانية نعش يهو يلا حد ينطال الكلمة دي كده يلا لا أنت كده أحفظها بالشكل عشان أنا أقولتها لك أول الحص لا حبيبي استهجة عين فتحة ع جيم كسرة جي بعدها ما دي بالياء يبقى جي ع جي ننضم نو ع جي نو فيها مادة بالإيه حبيب يا حلوين مادة بالإيه مادة بالإيه هنا يا حبيب يا حلوين يلا مادة بالإيه يا يوس برافو علي مادة بالإيه الياء هنا مادة من يا حبيبي؟ الحرف اللي قدامها الحرف اللي قدامها إيه؟ جيم كسرة قادة اللي تمدت تحتها كسرة هي تمام كده؟ يلا آخر حاجة عشان نتعلم الحتة دي بسرعة كده يلا هم؟ حد ينطال الكلمة دي يلا برضو حافظها بالشكل يا محمد لابد تستهجاها يا محمد بصلي كده سين ضمة سو جيم ضمة جو بعدها مادة بالواو جو سو جو دو فيها مادة بالإيه هنا يا محمد هم؟ برافو عليك يا حبيب والديك أيوة كده خليك معايا صاحي مادة بالواو الواو دي مادة الدال ولا السين ولا الجيم ولا الدال؟ برافو أيوة كده كده تمام كده مادة الحرف اللي قدامها واللي عليه ضمة الله ينور عليك كده برافو عليك يا محمد وعشرة من عشرة ومركز معايا احنا كده خلصنا الحركات القصيرة والطويلة وخدنا مثال عليها آخر حاجة يا حبيب يا حلوين يا مقططين السكون اللي ايه؟ السكون يا أستاذ السكون يا أستاذ طب يلا برضو كل مرة كده يعني مركزها على السكون خلكوا بقى يلا حبيب يا حلوين هم؟ يلا حرف الساكن يا حبيب يا حلوين نعرف ننطأ الوحده هم؟ ما ينفعش ننطأ الحرف الساكن لوحده هدي الجيم الساكنة هي ننفع ننطأ لوحدها؟ والله ما حننطأ لوحدها أبدا أهيه؟ يلا الجيم الساكنة ينفع ننطأ لوحدها؟ يلا حبيب يا حلوين مش عارف هو فكس الكاميرا على الصبورة وخلاص دي مش عارف يلا حبيب يا حبيب ألف مثلا أهي أد 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 ألف همزة فتحة؟ أه جيم ساكنة ننطأ لوحدها؟ ينفع ما ينفعش يبقى أد لو إيه؟ أد لو أوه؟ أد تبلوحة هم؟ يلا كده؟ حد تبلوحي يلا حد تبلوحو حد تبلوى هم؟ يلا وج تبلوي وج تبلوو وج تمام كده؟ يبقى الحرف الساكن ما ينفعش أنطأ لوحده أبدا أج اج اج بج 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 حبيجك إن شاء الله يا عمحمد عزة ماشي؟ طيب يلا عاوزين مثال على الجيم الساكنة كده؟ أهو يلا هم؟ يلا كده حبيب حلوين أدي الجيم الساكنة أهو حد ينطأ لي بقى الكلمة دي يلا كده هم؟ أدي الجيم الساكنة أهي؟ هم؟ حد ينطأ كده؟ ألف همزة فتحة؟ أ جيم ساكنة من فنطال وحدها؟ لا أج من فتحة ما يبقى أج ما لم ضم لو يبقى أج ما لو برابو عليك طيب نشوف كلمة تانية كده يلا كده حبيبي نشوف كلمة تانية هم؟ يلا قد للجيم الساكنة أهي؟ هم؟ يلا حد ينطأ الكلمة دي كده؟ يلا أيوا استهجة كده سيم فتحة؟ سا جيم ساكنة من فنفعش ننطأ لوحدها يا أول سازلة بدي أخذها مع اللي قدامها سج 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 دا تو طيب أنت مش عارف تنطأ سج دا تو مش عارف تاخد السيم مع الجيم خدها من الأول خلاص من الألف أج أج بج بج حج 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 سج أهيه جات معايا أهيه لو وقفة معك يا حبيبي خدها من الأول خالص حركات الجيم الساكنة أج 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 بج 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 لحد ما توصل السيم سج أهي جات معايا سج دا تو تمام كده؟ تمام؟ خدنا كده أمثلة تمام كده يبقى نختم الحركات يا حبيبي يا حلوين بشي بايه ايوالله ينور عليكم بايه شبكة الحرف نلخص اللي احنا اخدناه سريعا كده عشان الفيديو الصغير اللي احنا اخده هنرمي الشبكة على حرف الجيم مش هيطلع لسمك والله هيطلع لحركات حرف الجيم اللي هو ايه جيم فتحة جا جيم كسرة جي جيم ضمة يلا جو الجيم بعدها مد بالالف جا الجيم بعدها مد باليا جي الجيم بعدها مد بالواو جو ويه تاني يا استاذ السكون يلا كده اه اه يلا اج تبلو ايه اج تبلو او يلا اج جبها كده جيم فتحة جا جيم كسرة جي جيم ضمة جو جيم مد بالالف جا بعدها مد باليا جي بعدها مد بالواو جو جيم الساكين عرفهم طال وحدها لأ اج 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 بج 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 حج 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 تمام كده برافو عليكم كده تمام كده والاسف الشديد وقت الحلقة للاسف الشديد خلاص انتهى بس قبل ما ننهي الحلقة فيه فيديو صغير معايا فيه فيديو صغير معايا تمام تمام كده الطفلة رماس محمود اربع سنين هترجع لنا سريعا هترجع لنا على الحركات سريعا وهي من برضو مش عارف ما بيش الا برائم حضانة احباب الرحمن بقرية الراهب مركز شبين الكوم وحافظة المنوفية وطبعا الاستاذة الفاضلة الاستاذة هند عبد الحي المس بتاعتها نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني حركم الزائف الحرف المندود من الكلمات دي. يلا تريني ناس اول كلمة. برافو. خير طويل. فين الحرف المندود يا رميس؟ برافو اسمه اين؟ او. طب فين الحرف المندود؟ برافو. الالف يعرفت ان هو مدل الالف ايه؟ اه عشان الالف معنوش ايه؟ هو قبله برافو. طب اقرأ ايه في كلمة دي؟ برافو. 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 مدل ايه؟ برافو عليك مدل ايه؟ برافو عليك مدل ايه؟ برافو. اه. وبين الحرف المندود؟ في الحاق. برافو. اه. اه حاريك ما هو مدل يجاهزينجة هاموسة؟ خير. رميس ايه؟ اه. عشان الال rename علاج حاجة وقبلها ايه؟ برافو عليك نطلطى فيك برافو. ات Lacashar un legoo برافو.. برافو. مدل ايه? ا اعطولو مادل برافو. عشان الالف ايه؟ مادل بايه? برافو. مادل بايه؟ برافو. مين حرف المندود؟ الطوم الطوم طالب عرفتي بردك انه مد بالوابو زي يا رموس؟ نعم عشان الواب معلهاش حاجة وقبلها ايه؟ برافو سأبونا سعبا جميلة برافو عليكم اقرأ 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 مشاهدين يا كرام وارجعنا لكم بعد هذا الفيديو الخصير للطفل رماس محمود اربع سنوات من حضانة احباب الرحمن بقرية الراهب مركز شبيد كوم محافظة المنوفية وطبعا نشكر الاسازة اللي علمتها كده الاسازة هند عبد الحي المس بتاعتها والاسازة المربية الفاطلة يريت والله معظم الحضانات يريت يعني كل الحضانات اي حد يشغل في التأسيس يبعت لنا فيديوهات تعليمية للصغار وهنا نعرضها في اخر الحلقة ان شاء الله تعالى كنت اتمنى ان الحلقة الطول اكتر من كده بس ناخد الواجب سريعا سريعا كده ناخد الواجب كده يا عام عزب عشان بس ندي الواجب بس للاطفال ده كراسة شكل الحرف ادي الواجب اللي احنا ناخده في كراسة شكل الحرف يلا يا عام عزب تمام الله ينور عليك يا حبيب والديك تمام كده ده اخدنا اهو شكل الجيم منفردا وهنا على الشمال يلا اشينا هنا على الشمال اهو تمام كده ادي الواجب بتاعنا حرف الجيم منفردا وحرف الجيم في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة ده كراسة شكل الحرف تمام شكرا نفس المحمد اتابع الصوت بقى الواجب بتاع الصوت الواجب بتاع الصوت تعال نشوفه ادي حركات القصيرة والطويلة بتاع تحرف الجيم تمام تمام كده وبعدها الحركات السكون قصدي بقى ايه السكون تمام كده وبعد كده يا حبيبي حلوين ناخد الشبكة اللي على الصبورة دي تمام كده ناخد الشبكة اللي على الصبورة نكتبها يلا كده حبيبي يلا حبيبي حلوين كده تمام الله يناور عليك يا عم عزب والله ده شبكة الحرفة هي ده في الصفحة اللي بعدها ونكتب بعض الكلمات اللي احنا خدنا النهاردة تمام وبكده نكون خلصنا حرف الجيم انا عارف والله ان انا كنت سريع في الشرح بس يعني عيدوا الفيديو اكتر من مرة واستمعوا للحلقة اكتر من مرة ان شاء الله تعالى هتبقى السيد محمد بقول انا مش فاهم دوتا هعيد الفيديو تمام يا محمد السيد محمد عزة مخرجنا الكريم اللي كنت يعني كنت يعني كنت تمنى ان يكون النهاردة اكثر نشاطا كمان مشاهدين مشاهدين الكرام زي ما قلتلكوا في اخر كل حلقة ان شاء الله تعالى هنعرض فيديو او اكثر من فيديو احبابنا الصغار واي ولي امري بعت لنا واي حضانة بعت لنا وان شاء الله هنعرض الفيديو بكل سرور وبجد يعني بكل اريحية جدا وتشرفت بوجدي معاكم النهاردة واشكر جميع زملائي في كنترول واشكر خاصة عم عزة اللي هو تعب معنا النهاردة اكثر واحد اما محمد عزة كان مانتخ النهاردة مشاهدين الكرام اشكركم لحسن متابعتكم وإلى ان التقي بكم الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى اترككم في رعاة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته